عقدت اللجنة المصرية اليابانية اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف ترويجي للاستثمار وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تكسف جهودها لجزب الاستثمارات اليابانية وذلك لما لها من قيمة مضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري وأشار كذلك إلى أن الهيئة نجحت في جزب العديد من المستثمرين اليابانيين الجدد إلى مصر كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية وأشار كذلك رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجزب الاستثمار الأجنبي المباشر